نستمرين معكم بمشوارنا حتى السادس المساء وضيفنا بعصرونية لليوم هو الدكتور ريانال العجلوني رئيس الجمعية الأردنية للإسعاف وهذه الجمعية هي جمعية خيرية غير ربحية تأسست عام 2012 من قبل مجموعة من المتطوعين وتعمل بالقطاعات الصحية والإسعافية وتقوم الجمعية بالعديد من النشاطات والمشاريع بمجالات مختلفة مثل الصحة والإغاثة والمساعدة الإنسانية الاستجابة الطارئة والسريعة في حالات الكوارث والأزمات وبدنا نرحب بضيفنا الدكتور ريانال العجلوني رئيس الجمعية أهلا وسهلا فيك دكتور أهليا شكرا إليك شكرا على الاستضافة وشكرا لإذاعة فرح الناس وشكرا إليك أخي صالح على الاستضافة شكرا جزيلا لحضرتك ولألكم بالجمعية على الجهود اللي بتقدموها وإحنا بفرح الناس هذا واجبنا لتسليط الضوء دائما على كل المبادرات وعلى كل العناصر الإيجابية الموجودة بمجتمعنا الأردني والشكر أيضا لحضرتك على إدارتك لهذه الجمعية الرائعة وشكر لحضرتك على تلبيتك لدعوتنا أيضا شكرا جزيلا لا عفو سيدي شكرا إليك دكتور بالبداية بدنا نحكي هيك عن الجمعية وعن الفكرة من تأسيسها سيدي شكرا إليك مبدئيا الجمعية الأردنية للإسعاف هي جمعية خيرية غير ربحية تأسست في عام 2012 وهي جمعية تضم في كنفاتها مجموعة من الشباب الأردني الطامح لأن يغير معنى التطوع بحيث يكون شيء منتج حقيقة والمجموعة القائمة في الجمعية على إدارتها وعلى التطوع فيها هي مجموعة من الأطباء خصائي الإسعاف والطوارئ والمسعفين المتخصصين والمتقدمين من يحملون شهادة البكالوريوس والممرضين والمتطوعين من جهات أخرى الجمعية الأردنية للإسعاف بمهمتها حقيقة تعنى بمهمة خاصة لتوحيد المجهود الإسعافي والخدمات الإسعافية الطبية لتكون المرجع للمسعفين والأطباء خصائي الإسعاف وكذلك بذل ما هو ممكن وكل جهد لدعم المبادرات الإنسانية وتوحيد العمل الإنساني جميل جدا نعطيكم ألف عافية أكيد دكتور ما هي أبرز النشاطات التي تقدمها الجمعية أو تقوم فيها؟ سيدي الجمعية الأردنية للإسعاف تعنى في نشاطات صحية كما تكلمنا سابقا الجمعية الأردنية للإسعاف تنفذ مشاريع مع جهات محلية مثل وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والوزارة التخطيط والتعاون الدولي والأمم المتحدة في برامج تخص إخواننا السوريين والمستلعفين كذلك الأردنيين على حد سواء ويوجد في الجمعية الأردنية للإسعاف الآن عيادتين متخصصات في الصحة الإنجابية وتقوم الجمعية الآن بمشروع يتجاوز المستفيدين 200 حالة ولادة وهذا جزء من حملة تسمى حملة كلنا معك الجمعية الأردنية للإسعاف تعمل من خلال تسجيل حملات رسمية في وزارة التنمية الاجتماعية لنا سابقة في حملة أنا مع غزة والآن كلنا معك بحيث تتوحد الجهود المحلية والعالمية من خلال المنظمات الأجنبية والمنظمات المحلية لنخرج في حملة مسجلة ومتابعة من التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة الأردنية جميل جدا كل الاحترام لكم ولها الجهود الرائعة اللي بتقدموها دكتور المتشوقين لا نعرف أكثر عن قصدك وعن الجمعية أيضا لكن بعدها الفاصل مستمرين معكم ومستمرين مع ضيفنا الدكتور ينال العجلوني رئيس الجمعية الأردنية للإسعاف أهلا وسهلا فيك دكتور مرة ثانية دكتور حكينا هيك أكثر عن النشاطات اللي بتقوم فيها الجمعية وعن فكرة الجمعية ومهمة الجمعية أيضا اللي وضعت لأجلها أيضا خبرتني تحت الهوى عن مبادرة كلنا معك واللي أيضا بنسمع عنها هيك من خلال المواضيع اللي بتم تداولها عن المبادرات المتعلقة بأشياء الطبي في الأردن حابين يعرف أكثر منك دكتور عن كلنا معك يا سيدي الحملة كلنا معك هي حملة جزء من نشاطات الجمعية الأردنية للإسعاف للاستجابة الطارئة والسريعة للأزمات وكما تعلم وحقيقة في بلادنا الآن يوجد أزمة تخص أخواننا السوريين على أرض الأردن وكذلك بحكم وجود هذه العداد الكبيرة والتي على علم فيها القاصي والداني فإن حجم الضعف الذي أصبح حتى في القطاعات الصحية اللي موجودة بحكم الضغط اللي موجود عليها أصبح كبيرا فبدأت الجهات الأمثال الجمعية الأردنية للإسعاف وخاصة جمعية الأردنية للإسعاف بتسجيل حملة رسمية حملة في التنمية الاجتماعية تمكننا من جمع التبرعات التي تخص الاستجابة الطارئة لبعض الحالات الطبية وخاصة التي تتمثل في غسيل الكلا وعملية الولادة ومتابعات الحمل وتغطية بعض الحالات مثل أمراض العيون التي تدخل في حياة الجزء المصاب أو الشخص في حد ذاته تكللت بتسجيل هذه الحملة في التنمية الاجتماعية والبدء في نشر وجمع التبرعات من محليا وعالميا وحقيقة جزء من هذا الجمع التبرعات كان تعاوننا مع جهات خارجية لتغطية جزء من هذه الحملة نتمنى إلى أن نصل إلى يوم تغطية مئة حالة غسيل كلا وهذا الشيء بحاجة إلى تضافر الجهود من كل القطاعات والمؤسسات كون هذه الحملات حملات مسجلة في التنمية الاجتماعية ومسجلة بحسب الإجراء الرسمي كامل نحن في الجمعية الأردنية الإسعاف نؤمن بتسجيل الحملات الشبيهة تماما لحملة أنا مع غزة العام الماضي الإجراء الرسمي كامل والدعم بشكل منظم ومن خلال القنوات الرسمية ومن خلال القنوات المجتمع المحلي الحمد لله حقيقة المجتمع الأردني داعم ولكن نتمنى من زيادة الدعم لنصل لأكبر فئة ولأكبر عدد من المستفدين من هذه الحمل إن شاء الله إن شاء الله إيش نوع الدعم المطلوب طيب؟ هلأ ممكن اللي بسمعي يحكي إنه أوكي إحنا بندعم الفكرة وحبين إنه نقدم هذا الدعم لكن إيش نوع الدعم المطلوب هيك بشكل أوضح لحتى ندعو أو نحصل على هذا الدعم؟ يا سيدي نتمنى من الدعم وخاصة من المؤسسات الكبيرة والجهات والشركات وأصحابين الفضل حقيقة دعمنا من خلال خلق عيادات في مناطق عمان ومخارج عمان وكذلك تغطية من ناحية المالية حملة كلنا معك حملة مسجلة في التنمية الاجتماعية رسمية يمكن دعمنا من خلال دعم المالي أو تغطية بعض الحالات يعني ممكن يتقدم الدعم ويطلب منا تغطية عشرة عشرين أو تغطية حالة واحدة تكلفة حالة غسيل الكيلة الواحدة حوالي ألف دينار حوالي من ثمانمية وخمسين إلى ألف دينار تختلف من شخص إلى آخر بالشهر فلما بيكون في عنا تارغت مية أو لمدة سنة فالرقم ضخم جدا يلتزم ويلزم تضافر جهود لدعم هذه الأشياء وخاصة حالات الطبية والحالات المرضية إذن هاي رح نخليها تكون دعوة من أو من خلال منبر فرح الناس لكل اللي بسمعونا إنهم يقدموا الدعم ويقدموا يد العون لها المبادرة الرائعة والإنسانية من خلال التبرع أو تقديم المستطاع كل واحد يعني ما في شكل معين أو ما في قدرة معينة كلنا بنقدر إنه ندعم كل واحد ضمن استطاعته لكن كيف ممكن نتواصل معكم لحتى نقدم الدعم يا سيدي العزيز مقر الجمعية الأردنية للإسعاف عمان عرجان أرقامة الهاتف موجودة على الموقع الرسمي للجمعية رقم الهاتف الخلوي اللي ممكن نتواصل معه الناس 079-7077-33 يمكن نتواصل مع الجمعية لمعرفة كيف يمكن تقديم وما يمكن تقديمه حقيقة نتمنى الدعم المؤسسات نتمنى العمل مع الجهات الداعمة أو الناس أو الأشخاص اللي ممكن يقدموا هذا الدعم للحملة كل التوفيق ونتمنى أنه فعلا نلاقي هذا التعاون وهالدعم ويكون فيه تكاتف فعلا من بيننا مثل ما دائما بيكون فيه بالمجتمع الأردني ونرتقي بها الجمعية ونحقق الأهداف السامية اللي وضعت لأجلها دكتور عن الناشطات المستقبلية للجمعية والخطط القادمة يا سيدي الجمعية الأردنية للإسعاف تضم ذراع قسم التدريب الجمعية الأردنية للإسعاف تبحث بحيث تكون جهة النشر تدريب الإسعافات الأولية للمجتمع تقوم الجمعية الأردنية للإسعاف الآن في تدريب جهات كثيرة وهذا من وسائل دعم الجمعية الأردنية للإسعاف لاستمرارها من خلال التدريب والتمكين من خلال هذا التدريب حقيقة لنا تجربة كانت في توظيف مع معدل 50 أردني خارج في دولة الإمارات العربية المتحدة الجمعية الأردنية للإسعاف تمكن من خلال رفع سوية التدريب حيث يكون حسب المستويات العالمية ونحن ندرب حسب المستويات العالمية ونحن جزء من جهات نشترك فيها في الأردن على تدريب بعض الشهادات غير الموجودة فقط في الجمعية الأردنية للإسعاف لذلك الجمعية الأردنية للإسعاف تعمل ما هو لازم وتطلب من الدعمين دعم استمرارها من خلال دعمها في مبادراتها ودعمها في مشاعدتها للاستمرارية كل التوفيق نسمعها الأغنية ونرجع لك مستمرين معكم ومستمرين مع الدكتور ينال العجلوني رئيس الجمعية الأردنية للإسعاف أهلا وسهلا فيك من جديد دكتور أهلا فيك دكتور بالجزء الأخير من مقابلتنا حب أسألك عن التطوع كيف ممكن الأشخاص اللي حبين يطوع واللي هم مثلا من دارسي التخصصات الطبية أو التمريضية وحبين يطوعوا معكم ويقدموا خدماتهم كيف ممكن أنه يقدموا هالشيء يا سيد العزيز الموقع الإلكتروني للجمعية الأردنية للإسعاف يرد لو نرزعنا ويهلق له نعم هو www.jbsjo.org ممكن يدخل أي شخص ويقدم طلب التطوع أو طلب اللي هو العضوية حقيقة جمعي الأردنية للإسعاف حتى المتطوعين احنا بالنسبة لنا نرفع من سويتهم ونؤمن بجزء عليك وجزء علينا احنا منوفر الخدمة عالية الجودة والتدريب إلى مستويات العالمية وجزء بيكون من تطوع لهذا الشخص هذا بقدمنا إما دعم مالي أو دعم من ناحية اللي هو العمل حقيقة لأنه كثير من الأشياء اللي احنا نطمع في أن تكون هو توحيد المستوى بما يتماشى مع المستويات العالمية وهذا المستوى اللي احنا الآن منحاول ندفع باتجاه أن يكون كل ممارسي الإسعاف في الأردن من خصائية الإسعاف والطوارئ من المسعف في سيارة الإسعاف وفي المجتمع المحلي على عالي تدريب والموحد بالمواصفات العالمية وليست بالمواصفات فقط المحلية نحن لا نمنع من وجود أي متطوع حتى من الناس ليست بخلفية طبية ولكن نرفع مستوياتهم بما يتماشى مع المتطلب اللي احنا يكون موجود في الجمعية الأردنية الإسعاف حقيقة بهذا الشيء يوجد لدينا مركز وقسم تدريب ضخم ويتماشى مع المستويات العالمية نحن جزء من من جهات ثلاث جهات في الأردن نحمل شهادة من الجمعية الأمريكية للجراحين الامريكان كولوجيوف سيرجن لشهادة ما قبل المستشفى وهذه صلب اسم الجمعية الجمعية تخص المسعفين وما قبل المستشفى فالجمعية الأردنية الإسعاف تعمل على رفع حتى المتطوعين والأعضاء إلى مستوياتهم العالمية إن شاء الله إن شاء الله كل التوفيق لألكم مرة تاني دكتور بهالنسطات وبهالأهداف السامية اللي بتسعو لتحقيقها وأيضا كل الدعم للكم تشرفنا جدا باستضافتك دكتور هل بتحب تضيف أي شيء بنهاية لقائنا لليوم؟ بدأشكرك شخصيا أخ صالح وبدأشكر فرح الناس وبدأشكر كل الدعمين وبدأشكرك على دعمك لحملة كلنا معك وبشكرك لدعم الجمعيات الأردنية التي تعنى بالشباب لا شكر على واجب دكتور شكرا جزيلا وتشرفنا باستضافتك وهذا لقائنا الأول لكن أكيد هو مش الأخير راح دائما نظل متابعين لكل التطورات وكل المستجدات مع الجمعية ومع كل المبادرين الفعالين أمثالكم كل الاحترام للكم شكرا جزيلا فاصل صغير وعرصة